حدثنا أبو كامل حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب بذي الحليفة فقال ممن هذه الريح فقال معاوية مني يا أمير المؤمنين فقال منك لعمر فقال طيبتني أم حبيبتا وزعمت أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحرامه فقال اذهب فأقسم عليها لما غسلته فرجع إليها فغسلته حثنا محمد بن سلمة عن أبن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سويدي بن قيسين عن معاوية بن حديج عن معاوية قال قلت لأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كما أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي ينام معك فيه قالت نعم لم ير فيه أذن حثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا ضمرة بن حبيب أن محمد بن أبي سفيان الثقافية حدثه أنه سمع أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعلي وعليه ثوب واحد فيه كان ما كان حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن أبي أضحى عن شتيري بن شكل عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم حثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق قال حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن يكانت عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي الجراح مولى أم حبيبة عن أم حبيبة أنها حدثته قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك عند كل صلاة كما يتوضعون حان روح قال حدثنا الأوزاعي عن حسنا بن عطية قال لما نزل عن بسط ابن أبي سفيان الموت واشتد جزاعه فقيل لهم هذا الجزاع قالا إني سمعت أم حبيبط يعني أخته تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله لحمه على النار فما تركتهن منذ سمعتهن حدثنا عبد الرزاق حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميدي بن نافع أن زينب بنت أبي سلامة أخبرته أنها دخلت على أم حبيبة بنت أبي سفيان فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قال أبي حميد بن نافع أبو أفلح وهو حميد سفيرا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن حميدي بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلامة قالت أوفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذرعيها وقالت إنما أصنع هذا لشيء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حجاج لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا وحدثته زينب عن أمها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المليح عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سمع المؤذن يؤذن قال كما يقول حتى يسكت حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن يزيد قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن أبي صالح أن أم حبيبة حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى في يومين ثنتي عشرة ركعة بن الله له أو بنية له بيت في الجنة حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن المسيب بن رافع عن عن بستة بن أبي صفيانة عن أم حبيبة بنت أبي صفيانة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يومين وليلة ثنتي عشرة سجدة سوى المكتوبة بنية له بيت في الجنة حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال قال نافع أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن أبا الجراح مولى أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدث عبد الله بن عمر أن أم حبيبة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العير التي فيها الجرس لا تصحبها الملائكة حدثنا يعقوب قال سمعته يحدث يعني أباه عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي أن سالم بن عبد الله بن عمر حدثه أن أبا الجراح مولى أم حبيبة أخبره أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة قوما فيهم جرس حنى حسن بن موسى قال حدثنا أبن لهيعة قال حدثنا سليمان بن موسى أخبرني مكحول أن مولى لعنبسة ابن أبي سفيان حدثه أن عنبسة ابن أبي سفيان أخبره عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صل أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرمه الله على النار حسن يونس قال حدثنا أبان يعني ابن يزيد العطار عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سفيان ابن سعيدي ابن المغيرة أنه دخل على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسقطه قدحا من ساويق فدع بماء فمضمضى فقالت له يا أبن أخي لا تتوضأ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما مست النار أو غيرت حدثنا يحيى ابن غيلان قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن خالدي ابن يزيد عن عطاء أنه قال حدثنا عن بسط ابن أبي سفيان قال سمعت أم حبيبة أم المؤمنين تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول من صلى ثنتي عشرة ركعة في الليله ونهاره غير المكتوبة بن الله له بيتا في الجنة حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمني بن سالمين عن عمر بن أوسين عن عن بستابن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلمين يصلي لله عز وجل كل يومين ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنية له بيت في الجنة أو بن الله عز وجل له بهن بيتا في الجنة فقالت أم حبيبة فما برحت أصليهن بعد وقال عمر ما برحت أصليهن بعد وقال النعمان مثل ذلك حثن يحيى بن سعيد عن أبن جريج قال أخبرني عطاء عن أبن شوال أنه أخبره أنه دخل على أم حبيبة فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قديمها من جمع بليل حثن يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن سالمين عن أبي الجراحي عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس حثن وكيع قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن أبن شيهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي صفينا بن أخنس حدثنا عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت خالته قال سقطني ساويقا ثم قالت لا تخرج حتى تتوضأ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله عن أبي جراح مولا أم حبيبة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العير التي فيها جرس لا تصحبها الملائكة حثنا بهز وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمني بن سالمين قال سمعت عمرو بن أوسر يحدث عن عنبسة عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد المسلمين من عبد المسلمين توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله عز وجل كل يومين ثنتي عشرة ركعة إلا بني له بيت في الجنة قالت أم حبيبة فما زلت أصليهن بعد وقال عنبسة فما زلت أصليهن بعد وقال عمرو بن أوسر فما زلت أصليهن قال النعمان وأنا لا أكد أدعهن قال ابن جعفر عن عنبسة ابن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد المسلمين يصلي لله عز وجل كل يومين ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة فذكر نحوه حسنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا علي يعني ابن مبارك عن يحيى عن أبي سلامة عن أبي سفيان بن سعيد الأخنس قال دخلت على أم حبيبة فدعت لي بساويق فشربته فقالت ألا تتوضأ فقلت أني لم أحدث قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما قال توضأ مما مست النار حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمني عن أبي سفيان بن المغيرتي بن الأخنس أنه دخل على أم حبيبة فساقطه ساويقا ثم قام يصلي فقالت له توضأ يا أبن أخي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال قال الزهري أخبراني أبو سلمة بن عبد الرحمني أنه أخبره أبو سفيان بن سعيد بن الأخنسي عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالة أبي سفيان بن سعيد فذكر الحديث حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي قال وحدثنا ابن إسحاق قال حدثني محمد بن مسلمي بن شيهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمني بن عوف عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخنسي بن شريق قال دخلت على أم حبيبة وكانت خالته فسقطني شربة من ساوي قنف لما قمت قالت لي أي بنيا لتصليا حتى تتوضأ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أن نتوضأ مما مست النار من الطعام ترجمة نانسي قنقر